اشتركوا في القناة لوسائل اعلامة فان الجزائر طلبت من مدريد الموافقة على تعيين سفير جديدة وعودة العلاقات بين البلدين التي انقاطعت منذ العام الماضي واوردت نفس المصادر ان حكومة بيدرو سانشيز ستنتظر في الطلب الجزائري في المجلس الوزري القادم وفي هذا الصياق قال مسؤولون جزائريون ان قرار اعادة العلاقات مع اسبانيا بعد ازمة دبلوماسية واقتصادية دامت 19 شهرنا بسبب موقف اسبانيا الداعم للمغرب في قضية الصحراء يعود بالدرجة الاولى الى الموقف الذي اعرب عنه رئيس الحكومة الاسبانية المؤقتة بيدرو سانشيز من القضية الفلسطينية في الفترة الاخيرة بعد اندلاع المواجهات بين حركة المقاومة حماسة والجيش الاسرائيلية في قطاع غزة وحسب ما تدولته عدد من وسائل الاعلامة الجزائرية نقلا عن مسؤولين من بينهم جمال الدين ابو عبدالله رئيس المجموعة الصناعية والتجارية الجزائرية الاسبانية فان موقف سانشيز من الصراع الفلسطينية الاسرائيلية حسب الاخيرة كان متميزا عن باقي القادة الغربيين حيث اعلن ان الحل النهائي للصراع يكمن وراء منح الفلسطينيين الحق في انشاء دولتهم المستقلة ويرى متتبعون لما ادل به المسؤولون الجزائريون بشأن انهاء القطيع مع اسبانيا انها مجرد تبريرات تخفي من ورائها عجز الجزائر في الضغط على اسبانيا للتراجع عن موقفها الدعم للمغرب في قضية الصحراء خاصة ان خطاب بيدرو سانشيز في الامم المتحدة هذه السنة لا يختلف عن الخطاب الذي ادل به العام الماضي حيث دعا الى حل سياسية متواثق عليها دون الاشارة الى الحكم الذاتية بالاسم ومع ذلك لم تتخذ الجزائر قرار اصلاح العلاقات مع مدريد انا ذكاء نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء